بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال رحمه الله وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والدار قطني والحاكم والبيهقي نحو ما اجتمل عليه المختصر من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر فعمل بها حتى توفي ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها قال فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُّ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّهِ ثم ذكر الحديث إذن الحديث نعم في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال في الحجة وقد استفاض ذلك من رواية أبي بكر وعمر وابن مسعود وعمر بن حزم وغيرهم بل صار متواترا بين المسلمين انتهى طيب اليوم نصاب البقر قال فصل نصاب البقر ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم كذلك ثم كذلك طيب كيف كذلك يعني زكاة البقر من واحد إلى تسع وعشرين كم فيها ليس فيها شيء ليس فيها شيء البقر من واحد إلى تسع وعشرين ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة ثم من واحد إلى ثلاثين فيها تبيع أو تبيعة طيب ثم في كل أربعين مسنة وهكذا يعني نصاب البقر سهل هكذا في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وفي كل أربعين مسنة طيب شخص عنده مئة وعشرون بقرة كم فيها علي سريع ثلاث ماذا ها ثلاث مسنات طيب طيب ولو جعلتها ثلاثين تبيعة أو تبيعة كم فيها أربع صح يعني تبيع أو تبيعة تبيع أو تبيعة وأتبيع والد البقر له سنة بقي المسنة أكملت سنتين ودخلت في الثالثة دخلت في الثالثة طيب شخص له مئة بقرة مئة بقرة كم فيها يعني خمس طيب على كيف من أربعين طيب المئتين على أربعين بكم خمس مسنات هكذا أو تبيعة أو تبيعة ستة تبيع هذا وقص طيب الوقص هو ما بين النصابين ليس فيه زكاة بالنسبة للحيوان أما الحبوب فهو يخرج إذا بلغ النصاب يخرج قال الشارح رحمه الله يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل الصنن وابن حبان والحاكم وصححا من حديث معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعا ومن كل أربعين مسنة فإذا زادت على الأربعين فلا شيء في الزائد حتى يبلغ سبعين هذا هو الوقص قال رحمه الله وفيها تبيع ومسنة يعني عندنا سبعون وأربعون كما المجموع سبعون وأربعون كم مئة مئة كم مئة عشرة طيب كيف تخرج يعني زكاة البقر من الثلاثين تخرج تبيعا أو تبيعا ومن الأربعين تخرج كم مسنة طيب التبيع عرفنا لأنه يتبع أمة سمي التبيع تبيعا لأنه يتبع أمة طيب المسنة لما سميت مسنة الدرحمن المسنة لما سميت مسنة أنا أنظر عند الصغار عند من المسنة لماذا سميت مسنة عندك هذا بلال يعني هنا يعني أن أكملت سنتين ودخلت في الثالثة لماذا سميت مسنة من يقول الحمد لله قم الأسنان من الولادة صح؟ ما هيك بني آدم سبحان الله لها أسنان من الولادة لها أسنان قم ناجي لأنها قلعت أسنانها قلعت أسنانها أي أسنان والعليا قلعت أسنانها أي أسنان أي أسنان ولهذا تراها إذا أكلت تحرك فكها الأسفل صح؟ فليس عندها أسنان عليا عندها أسنان سفلة صح؟ طيب الأغنام عندها أسنان عليا عندها في الفك الأسفل فقط الآن ننظر 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 كلام الشيخ المثيمين شرح الممتع الزكاة على البقر قال ابن عبد البر في الاستذكار لا خلافا بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاد وأن النصاب وأنه النصاب المجمع عليه إذن عرفنا قم يا حارث لك لك سبع وعشرون بقرة كم فيها؟ لأنها لم تبلغ النصاب كم نصابها؟ نصابها ثلاثون في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة التبيع كم عمره؟ سنة ما له سنة؟ والمسنة سنتان ودخلت في الثالثة طيب أحسنتم عيسى لك خمسمائة بقرة أو قد سألنا عنه؟ سألنا صح؟ طيب مئة وخمسون بقرة في كل خمسين؟ لا في كل أربعين في كل أربعين مسنة فكم سيبقى؟ ثلاث صح؟ إذن ثلاث مسنات وتبيع أو تبيعة وتبيع أو تبيعة طيب هذه هي زكاة وهنا فائدة من الشيخ الألباني قال وهكذا الحكم في البقري وكذا الإبل إن كانت سائمة طيب ما معنى سائمة؟ سليمان سائمة ترعى تأكل المرعى بنفسها يعني ينبت لكم به الزرع إلى أن قال تسيمون منه؟ تسيمون أي ترعون الدواب فيشترط في بهيمة الأنعام أن تبلغ النصاب وأن وأن ترعى أن تكون يعني سائمة بمعنى لا تعلف إذا كان يعلفها إذا كان يعلفها سلطان إذا كان يعلفها ربها إذا كان يعلفها ربها إذا كان يعلفها ربها إذا كان يعلفها ربها عبدالجبار ليس فيها لأنه يشترط أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة إذا كان يعلفها أحيانا ويرعاها أحيانا يعني بمعنى في فصل الصيف أو في فصل الربيع يرعاها وفي الشتاء والخريف يعلفها طيب كيف هل فيها زكاة؟ هل فيها زكاة؟ ما في التنصف يقال الغالب فإن كان الغالب هو الرعي ففيها زكاة وإن كان الغالب ليس فيها رعي فليس فيها زكاة فالمسألة تعود إلى الغالب طيب هنا في الشرح الممتع قال رحمه الله تعالى ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيع وفي كل أربعين مسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا يجزئ الذكر هنا أين؟ في البقر في البقر ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا أي يخرج ذكرا يخرج ذكرا إذن هذه هي زكاة البقر ما هو الفرق بين زكاة البقر وزكاة الإبل ما الفرق؟ بالنسبة للنصاب فعندنا نصاب الإبل كم خمس والبقر كم إذن الفرق كبير هناك هناك يعني يعني سائمة ترى ما سائبة متروكة نعم نعم اشترط اشترط في نصابها يعني أن ترعى لنفسها أن تكون سائمة أي ترى لنفسها طيب هنا ذكر قال ففي خمسين كم في الخمسين؟ طيب أربعون وثلاثون إذن ما بلغى النصاب ففي الخمسين كم؟ مسنة طيب في الستين احسنت يعني في الستين تبيعان أو تبيعتان في السبعين في السبعين لا مسنة وتبيع معك ثلاثون وأربعون في الثمانين مسنتان صحيح في التسعين ثلاثون 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 إذن تبيع 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 عكذا في المئة أبو عمر يعني بمعنى كم؟ يعني مئة طيب عندنا عندنا يعني طيب أربعون أربعون كم؟ ثمانون طيب نرجع إذن إذن ثلاثون 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 كم؟ ننظر الآن إلى الستين تبيع تبيعان أو تبيعة أو تبيعتان هكذا طيب من الستين إلى المئة كم؟ أربعون قال مسنة ففيها تبيعان أو تبيعتان ومسنة أظن هذا واضح هكذا قال الشيخ ابن ثيمين فالذكر يجزع في ثلاثة مواضع التبيع في ثلاثين من البقر قال ابن اللبون مكان منت المخاض إذا لم يكن عنده منت مخاض هذا بالنسبة للإبل بالنسبة للإبل ومسألة الحكم من الأنصب ويعني تقاديرها الحكمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بها قال فصل النصاب الغنم ويجب في أربعين من الغنم شاه طيب من واحد إلى تسع وثلاثين من الغنم عبد النور كم فيها؟ ليس فيها شيء من واحد إلى تسع وثلاثين ليس فيها شيء من واحد إلى أربعين كم فيها؟ فيها شاه فيها شاه قال إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها شاتان طيب من أربعين بلغت النصاب إلى مائة وعشرين كم فيها؟ شاه من أربعين إلى مائة وواحد وعشرين كم فيها؟ شاتان وما أصعب هذا على مالك يقول فارق واحد ندفعها زكاة لكن هذا حكم الله قال رحمه الله إلى مائتين وواحدة وفيها وفيها ثلاث شياء إذن من مائة وواحد وعشرين إلى مائتين وواحدة كم فيها؟ فيها إلى مائتين وواحدة فيها ثلاث شياء إذن من واحدة إلى تسع وثلاثين لا شيء من واحدة إلى أربعين شاه من واحدة إلى خمسين إلى ستين إلى سبعين شاه إلى ثمانين شاه إلى تسعين شاه إلى مائة شاه إلى مائة وعشرة شاه إلى مائة وعشرين شاه إلى مائة وواحد وعشرين شاه طيب طيب ثم إلى مائة وخمس وعشرين وثلاثين وأربعين وخمسين وستين وسبعين وثمانين وتسعين إلى المائتين إلى المائتين ثلاث صح؟ ثلاث ها؟ نعم نعم الشاه إلى مائتين وواحد ثلاث شاه ثم بعد ذلك في كل مائة شاه في كل مائة شاه في كل مائة شاه إلى ثلاث مائة وواحد أربع هكذا الواحد هذا هو الذي يكون النصاب طيب طيب ثلاث مائة وواحد إلى الأربعين كم؟ شاه طيب إلى مائة وواحد وعشرين شاتان صح؟ لا لا طيب إلى مائتين وواحد ثلاث شئة إلى ثلاث مائة وواحد لا أربع أربع شئة تكون أربع هذا هو نصابها طيب شخص طيب شخص له ألف شاه له ألف شاه يعني كل مائة شاه شاه لا أنت ابدأ من النصاب الأربعين ابدأ من واحد إلى أربعين كم؟ شاه طيب ثم من أربعين إلى مائة وواحد وعشرين كم؟ شاتان ثم إلى مائتين وواحد ثلاث شئة وهكذا يعني يزيد ابدأ من النصاب كلما قل العدد زادت الزكاة وكلما كلما زاد العدد قلت الزكاة رفقا بأصحاب المواشن قال هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس وحديث ابن عمر الذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل وقد وقع الإجماع على ذلك إذن عرفنا زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم بصنفي يشترط أن يحول عليها الحول وأن تكون سائمة أي ترعى لا تعلف طيب إلهنا بارك الله